بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويكلمون الصلاة والمام ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المثلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبخارهم رشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعر في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أمنوا كما آمن السفاء ألا إنهم هم السفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطيرهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مبتدين مثلهم كمثل الذي استوفد نارا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صموا بقم عمر فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصائق حذر الموت والله محيط بالكفرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقهم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا من الله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقوبوا الناس والحجارة أعدت للكفرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما عزقوا من آمن ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواد مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاشقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكونتم أنواة فأحياكم ثم يهيدكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني داعهم في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئوني بأسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكيفرين وقلنا يا آدم اسجدوا أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حنشيتما ولا تقربا به الشجرة فتكتونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما من ما كانا فيه وقلنا اهدقوا بعضكم لبعض معه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو الثواب الرحيم قلنا اهدقوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب المير فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدهم وإيايا فارغمون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتغلوا بآياته ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتفهموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامون الناس بالذر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعفلون أستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملابوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل لذنوا نعمتي التي أنعمت عليكم وأمني فضلتكم على العالم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يوقظ منها عدل ولا هم صرون وإذ نديناكم من آل فرعون يسومون تنسون والعذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنزيناكم وأغرقنا آل فدعون وأنكم تنظرون وإذ وعرنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العبل فاتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن يوم لك حتى نر الله جهرة فأخذتكم الصاعبة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيشيكم رغدا وادخلوا الباب سفزدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايات وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا لجزا من السماء بما كانوا يبسفون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علمكم أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من دخلها وقفائها وقفائها وفومها وعدسها ودصلها قال أتستبدلون الذين وأذنى بالذين وخير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويكفرون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين آبوا والنصارع والصادئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أدروا من عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم اخطوا رفضوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتكون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لنا بين يديها وما خلفها ونوعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يا مرحوم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاطع لونها تسره النظيم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إنها البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول كثير الأرض ولا تسكي الحرق مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جيد بالحق فذبعوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلوا نفسا فالدارات فيها والله مخرج مما كنتم تكلمون فقلنا اضربوا ببعضنا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعفلون ثم قسط قلوبكم من بعض ذلك فهية الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفدر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عن ما تعملون أفقط معون أن يؤمنوا لكم وقد كان كريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعض ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يشرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانه وإنهم إلا يضمون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا طبيلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكشدون وقالوا لن تمسنا النهر إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلط الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاقت به خطيئة فأولئك أصحاب النير فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون وإذ أخذنا ميتاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وذي الوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والنساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميتاقكم لا تسكفون بماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منهم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعبوان وإن ياتوكم أسارا تكتبوهم وهو محرم عليكم إقرارهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكتبون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزو في الحياة الدنيا ويوم القيامة نردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يطفف عنهم العذاب ولا هم ينصلون ولقد آفينا موسى الكتاب وطفينا من بعده بالرسل وآفينا عيسى بن نريم البينات وأيبناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبركم ففريقا كذبكم وفريقا فقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما ينمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله وكانوا شفقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفقون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكيفين ليسى ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يوزل الله من فضله لي على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكفرين عذاب مهين وإذا قلنهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءت الموسى بالزينات ثم اتخذتم العبل من بعده وأنكم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الثورة فضوما آتيناكم بقوة واسمعون قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبه العبل بكفره قل بي سمايا مرء به إيمانه إنكم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ستمنوا الموت إنكم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وملكال فإن الله عدو للكفرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ نَا يَمْنُونَ ولما باءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن إن الشياطين كفروا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وما أُوزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمْهَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُونَ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَ اشْتَرِهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ وَلَبِيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ مَتُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكيفرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يوزل عليكم من خير من ربكم والله يخص برحمة من من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسأها نات بخير منها أو مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَضَّلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدْهُونَ كُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِ كُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْقُسِينَ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْقُسِهِمٍ بَعْدِ مَا تَبَيَّنْ لَهُمُ الْحَقِّ فاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَاكُمْ لِشَيْءٍ قَدِيرٍ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسهم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاري تلك أمانيون قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم ودهه لله وهو محسن فله أدروا عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصاري على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر في اسمهم وسعى في قرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا يحزنون ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولموا فتم ولهم ما إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولداء سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون فديعوا السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوكمون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاري حتى تتبع من المدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواء بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يكونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم القاشرون يا بني إسرائيل الذين نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضل أكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني داعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيتي بالطائفين والعاتفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النير وبيس المصير وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل لنا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرمان ناسكنا وكب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعتهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كان يعملون وقالوا كنوا هودا أو نصاري تهتدون قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أوزل إلينا وما أوزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربين لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتوا به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما أنتي شقاك فسيكي كهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كان مودا أو نصاري قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من من كتم شهادة عندهم من الله وما الله بغافل عن ما تعملون إلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون سيقول الصفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الغتي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الحبلة التي كنت عليها إلا بنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين أدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرأف رحيم قد نرى تقلب وديك في السماء فلنولي النقبلة ترضاها فولي وجاك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية مما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعضك ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل أولئة هو مولئة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتبتم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خربك فولي وجاك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون ومن حيث خربك فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهك شطر المسجد أن لا يكون للناس عليكم خدّة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأدم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا ومنهم منكم يتلو عليكم آياتها ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصادرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أن نكون بشيء من الخوف والهوع ونقص من الأموال من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم من صيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك وأولئك هم المفتدين إن الصفاء إن الصفاء والمروة من شعاء الله فمن حد البيت والهدى من بعد أحب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والمبائكة والناس أدنعين خالدين فيها لا يخفف عنه العذاب ولا مجر الظمون وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والميال والفلك التي تدري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء والفلك التي تدري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من الماء فأحيى به الأرض بعد موتها فأحيى به الأرض بعد موتها وبثتها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنبابا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريدون الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارهين من النير يا أيها الناس سكنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا قفوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا وإذا قل له تتبعوا ما أنزل الله وقالوا بل نتبع ما ألفين عليهم آباءنا فولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي يمعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صموا بقم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيباتنا رزقناكم واشكروا لله إن كوتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحما في الزير وما أهل به لغير الماء فمن اضطر غير باد ولا عاد فلا إثن عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بثونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك 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 الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النين ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لكي شفاق بعيد ليس البر أنت والمودوها في القبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتانى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والنوفون بعهد إذا عادوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والإنثى بالإنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخليف من ربكم ورحمة فمن اعتذا بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً وصية للوالدين والأقربين اذن معروف حقاً على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من مصن جنفاً أو إثماً فأصلح بينه فلا إثم عليه إن الله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فما كتب على الذين من قبركم لعلكم تتقون أياماً معذوبات فمن كان منكم مريضاً أو على سسر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير لك وأن تصوموا خير لكم إن كنت تعلمون شهر رمضان الذي أوزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام بفر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني واليوم موبي لعلهم يرشبون أحل لكم ليلة الصيام الروفة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشئون وابتعون ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتنقوا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقرضوها كذلك يبين الله آيات بي للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وكذلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال آت بالإذن وأنتم لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإذن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقف للناس والحج وليس الجر بأن تاكل بيوت من ظهورها ولكن البر من انتقى واكل بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشبه من القتل ولا تقاتلون عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الحيثين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرما في قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تقلوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصركم فنستيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسف فإذا أمنتم فمن تمتع بالمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام سلاسة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الراء واعلموا أن الله شديد العقاب فالحج أشهر معلومات فمن فرض فين الحج فلا ركس ولا فشوك ولا جدالة الحج وما تفعلوا من خير فمن يعلمهم الله وتزودوا فإن خير الزاد واتقوا واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبته فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم واذكروا كما هداكم وإن كوتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم من ناسكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدني وما لم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدني حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الهساب واذكروا الله في أيام معبودا فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه بمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنك إليه تحشرون ومن الناس من يعذبك قوله في الحياة الدني ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعاة الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولدي سلهاد ومن الناس من يشري نفسه بضغاء مرضاة الله والله رأفهم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا قفوات الشيطان إنه لكم عدل مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتم البينات تعلموا أن الله عزيز حكيم هل يعزرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل سالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله بعد ما داءته فإن الله شديد العقاب زيّل للذين كفروا الحياة في الدني ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنزرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلهم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم الكتاب وهو خر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون نسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرضوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب منه في آخاره إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والبيسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعينا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعلكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمأ يؤمنكم خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنون ولعبهم من خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النير والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياتهم للناس دعا لهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أزن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطمر فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جساءكم حرف لكم فاتوا حرفكم أن أشيتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشرين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتعوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغم في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم بالذين يولون من نساء تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قرور ولا يحر لهم أن يتم ما خلق الله في أرحانهم إنكم يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهم أحق بردهم في ذلك فإن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللعجال عليهم دردة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحر لكم أن تأخذوا مما آتيتموه لهم شيئا إلا أن يخافا ألا يخيما حدود الله فإن خفتم ألا يخيما حدود الله فلا دناع عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتبوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمين فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنفح زوجا غيرا فإن طلقها فلا دناع عليهما أن يتراجعا ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبيّنها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أدلهم فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتبوا ومن يفعل ذلك فقض ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا وازكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أدلهم فلا تعبرون فأن ينكحن أزوابهم إذا طراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكالكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يربعن أولادهم حولين كابلين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى الموجود له رزق وكسوة ما بالمعروف لا تكلف نفسه إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا موجود لهم بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن ثراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفرون منكم ويذرون أزوابا ليتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أدلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واتنانكم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون أولا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزنوا عقدة من المكاح حتى يبلغ الكتاب أدلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحزروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهم فريضا ومتعوهن على الموسع قدروا وعلى المفكر قدروا متاعا بالمعروف حقا على المحسين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرغتم لهم فريضا فنصف ما فرغتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب بالتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقلوا لله صالحين فإن شفتم فرجالا أو رخبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون والذين يتوفون منكم ويزرون أزوادا وصية لأزوابهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا بناح عليكم كما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون فلم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهو قلوف حذر الموت فقال لهم الله موكو ثم أحياه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم منزى الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسك وإليه ترجع ألم تر إلى الملئين بني إسرائيلا بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال ألعسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أفردنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال تولوا وقد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنه ما يكون لهم ملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسر والله يوتي ملكه من يشاء والله يسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملهم ملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليه بمهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغدر فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما داوزت والذين آمنوا معهم قالوا لا طافت لنا اليوم بجانود وجهوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرد علينا صبرا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكفرين فهزموا بإذن الله وقتل داوزت جانوت وآتاهم رام الملك والحكمة وعلمهم ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو صبع على العالمين تلك آيات الله نتوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيّلناهم بروح الخدس ولو شاء الله وقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله وقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيْوَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِي يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيْ وَلَا قُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض منز الذي يشفع عندهم إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرفق من الغيب فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُمِّنْ بِاللَّهِ فَقَدْ استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ وُفْقَيْلًا فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النير فيها خالدون ألم تر إلى الذي حد إبراهيم في ربه أم آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبدت قال لبدت يوما أو بعض يوم قال بل لبدت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم أتسن وانظر إلى حييرك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرضي كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصومن إليك ثم نجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ندعهن ياتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقونا ولا أذى لهم أجوب عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذاه والله غني حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذَاكَ الَّذِينَ مُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فمثلهم كمثل صفوان عليه تراب فأصابهم وابل فتركهم صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدر قوم الكيفرين ومثل الذين ينفقون أموالهم مبتراء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجريم تحتها الأنهاج له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر وله زرية ضعفاء فأصابا يعصار فيه نام فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخردنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني الحميد الشيطان يعيدكم الفقر ويا مؤكم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصير إن تبدوا الصدقات فلماهي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك أودام ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء ودهدا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسنهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفون بسيميهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالا بالليل والنهير سرا وعلانية فلهم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النير فيها خالدون يمحق الله الربى ويرب الصدقات والله لا يحب كل كثير أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فازنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهن لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديهم إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعجل ولا يا بكاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل بالذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفينا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الوليه بالعجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتظل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دونه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقصت عند الله وأقرموا بالشهادة وأذناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاكب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرموا مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي يتمن أمانته وليتق الله ربهم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملايكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكيفين ترجمة نانسي قنقر